أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستبرم عقودا جديدة لشراء طائرات إيرباس وبوينغ قريبا بعد استمرار المشاورات مع الشركات الأوروبية كما وقع طهران عقودا تجارية مع جهات أوروبية لتطوير مستوى التعاون التجارية دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ضريف لتطوير مستوى التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بشكل أوثق داعي المجتمع الدولي إلى مكافحة الإرهابيين بدون شرط مسبقة وفي تصريح صحفي أتلابه في طهران أكد ضريف أن بلاده أوضحت وجهة نظرها حول ضرورة مكافحة الإرهاب وكذلك حول كيفية الوصول إلى الحل السياسي لأزمات المنطقة في مشاورات تجريها بشكل مستمر مع القيادة الأوروبية وأيضا خلال زيارة قامت بها فدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طهران وفي شأن آخر أعلن السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيد ناجات عن رفع الحظر المفروض على بنك صادرات الإيراني بعد إجراء مفاوضات بشتى المستويات مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن هذه الخطوة تبعث الأمل وتساهم في ححلة الأمور بين الجانبين وأضاف بعيد ناجات في تصريح أطلابه في لندن أن قرار إلغاء الحجز عن أموال بنك صادرات الإيراني والذي لم يتحقق خلال المفاوضات النووية صدر في نهاية المطاف من قبل المجلس التنفيذي لدى الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يزيل القلق بشأن الحظر المفروض على هذا البنك الإيراني الكبير وأكد بعيد ناجات أن حل القضية المصرفية لا يزال على سلم برامج الحكومة الإيرانية وأن طهران تأمل في توفر مزيد من الظروف المؤاتية في هذا الخصوص وكانت وزارة المالية البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع عن قرارها برفع الحظر عن أموال بنك صادرات الإيراني